النقطة التانية ماتش أسوان مبارح الميزة اللي فيه عده بقى معايا أولا نتيجة ثانيا أداء ثالثا الروتيشن والتدوير اللي تم مبارح من مرسل كولر ده ما كانش بيحصل في السناتين ثلاثة اللي فاتوا على فكرة رغم من الحمد لله الأهلي كان بيفوز ببطلات لكن كان بيجي عليك أوقات كده مباريات الدوري كان بيبقى فيها مطبات كتير وده اللي حسرك الدوري آخر سنتين يعني قهربة مثلا أخر مطشوين ما كانش أساسي مبارح بدأ أساسي وتحرقات قهربة مبارح كانت لافتة للنظر رأس حربة نموزجي بالإضافة لكده حسين الشحات بيواصل تقلقه وإبداعه مبارح عملت ثلاث أهداف صنع ثلاث أهداف مبارح لأفشا وعبدالقادر ومحمود قهربة حسين الشحات مبارح كان متقلق طيب التدوير في ايه بقى أولا بدأت مبارح بمحمود متولي مكان ياسر اللي لعب مباراة الهلال بدأت مبارح بمحمد أشرف مكان علي معلول اللي لعب باكليفت في مطش الهلال ولاعب كاسعالة بأندية بدأت بخالد عبدالفتاح مكان محمد هاني في مباراة مبارح بدأت بأفشا أساسي وما كانش أساسي في مباراة الهلال بدأت بمراوان عطية بجوارد يانج وريحت حمد فتح وعمر السلية لسه ما كانش جاهز فادي كمان تتكلم على عنصر جديد في نص الملعب مبارح بدأت بقهرباء مكان محمد شريف شوفوا التدوير في التشكيلة وصل لأي مرحلة انت بقى الفكرة عندك بالنسبة لك دلوقتي مش 11 أساسيين وعندك 2-3 على الدكة ممكن تستعين بيهم مارسل كولر وصل الأهل لمرحلة إن ما يقرب من 20-22 لعب كلهم في تقويت واحد زي بعض اللي بيظهر في التمرين بشكل كويس هو اللي بيتم الدفع به اللي بيقدف المباراة بشكل كويس وفيه استمرارية هو اللي بيتم الدفع به عشان كده مبارح شوفنا الأهل قدام أسوان قدر في الشوت الأول يعمل النتيجة والأداء اللي انتوا شايفينه طيب إيه اللي يهمني في نتيجة مباراة أسوان أو في الفترة اللي جاية الاستمرارية الحاجة الوحيدة اللي بتنقص الأهل خلال الفترة اللي جاية أو في الفترة الأخيرة هي الاستمرارية انت عندك أفضل لعبة في مصر وعندك أفضل قيمة محلية وإفريقية بشهادة الناس اللي فهمه في الكورة مش اقول للمحللين انه طبعا تعرفين المحللين فيه كده وفيه كده لكن بشهادة الناس اللي فهمه كورة لكن النقطة اللي بيفتقدها الاهلي هي الاستمرارية الجيل ده ممكن يعني يسطر تاريخ اكبر من اجيال كتير سبقت في الفترات السابقة ورغم ان الجيل ده في السنتين اللي فاتوا عمل انجازات طيبة ولكن انت كان بينقصك وانت بتفوص بافريقيا انك عندك استمرارية وبتفوص بالدور والكاس حصلت مرة لكن ما حصلتش خلال سنتين ثلاثة فبالتالي الاستمرارية هتخليك تعمل ايه ترجع لنفس الطريقة اللي كان بيالعب عليها الجيل السابق اللي بدأ في الفين وخمسة وكان بيستحوز على بطولة الدوري بفرق اكتر من عشرين تلاتين نقطة عن اقرب المنافسين في الدوري انك تلعب على الدوري وتفوص بيه تلعب على الكاس وتفوص بيه تشارك في السوبر وتبقى المرشح الاول دوري ابطال افريقيا سوبر افريقي كاس عالم اندية كنا بنعد دخليني السنة دي بست بطولات هناخد الخمسة وهنلعب على ميدالية في كاس العالم للاندية حصلت في الفين وخمسة حصلت في الفين وستة انت قد تفايز بالدوري والكاس والسوبر المحلي والسوبر الافريقي ودوري ابطال افريقي دي الاستمرارية اللي انا بتكلم عليها ده اللي انت بيحتاجه الفترة اللي جاي الجيل ده نعصو الاستمرارية وعشان يبقى فيه استمرارية مهم جدا لا نعل التون قوي واحنا كسبانين ولا نعل التون قوي واحنا خسرانين لازم يبقى فيه موضوعية في التحليل لازم يكون فيه موضوعية في التقييم يعني فجأة هجوم على محمد الشناوي فجأة اشادة بمحمد الشناوي فجأة اشادة بمحمد شريف بعد مباراة الزمالك ووصلوا لرقم خمسين وهدفين في الزمالك فجأة هجوم على محمد شريف كلر انباري حقار رسالة مهمة جدا اتمنى ان الجمهور يسمحها ويركز فيها قالك انا كمدير فني مش من المنطقي ولا المعقول احاسب لعب على ضياع فرصة او احاسب حارس متقلق وعنده رسيد كبير على هدف ممكن يكون دخل مرمى اتمنى انباري حكولكم اتفرجوا على مباراة ريال مدريد وليفربول وانا مش مبرر خطأ لحد اكيد اللعب في الاهلي لا يسمح بأي اخطاء ولكن مهم جدا انك تبقى مركز وتلعب برجولة لكن انباري حتفرجوا على مطش الريال وليفربول شفتوا الخطأ بتحارس الريال شفتوا الخطأ بتحارس الريفربول تبتكلموا على مين تيبو كورتوة وقاليسن بيكر هنا خطأ وهنا خطأ اهداف هنا واهداف هنا فالمهم جدا بالنسبة لعبت الاهلي من اول حارس المرمى لجاية رأس الحرب الاستمرارية التركيز ولو في خطأ ترجع بسرعة وانا واصل جدا في الجهاز الفني بقيادة تاكولر رغم انه ممكن يكون عنده بعض الدفوهات ولكن الرجل ده على المستوى خلال السنتين تلاتة جايين الاهلي على المستوى الفني والله العظيم ما حد يرى في جريف مصر ولا في افريقيا الاهلي بيلعب كورة احنا مفتقدينها منذ فترة 8 الجزي الكورة الهجومية الحديثة عدم المركزية النقطة الثالثة كمان والاهم الروتيشن والتدوير فكرة انك تعمل تدوير بالشكل ده واللعبة بتكسب وتأدي وبتظهر لا نمسك الخشب بس نستمر على كده في الفترة اللي جاية وربنا يسهل ماتش ساندونز يا جماعة عنق زجاجة ربنا سهل بإذن اللي انا اتخطى هذه المباراة لان المباراة دي انا باعتبارها هي البوابة اللي من خلالها هتبدأ تدخل منافسات دورة ابطال افريقيا من جديد وتحافظ او تحارب على حظوظك في التأهل الى الدور ربع النهائي